امتداد لمنخفة جوي متوقع خلال الساعات القادمة تفاصيل بعد الفاصل كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير للجميع امتداد منخفة جوي متوقع ان يبدأ تأثيراته خلال الساعات القادمة على المملكة لكن نهار اليوم الثلاثة ارتفعت درجات الحرارة وسادت احوال جوية حارة نسبيا في اغلب مناطق المملكة درجات الحرارة كانت اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام اعتبارا من يوم غد الاربعاء يتوقع ان تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع بدأ تأثير المملكة بامتداد لمنخفة جوية تمركز فوق الاراضي التركية سيدفع بتيارات غربية استمع انخفاض في درجات الحرارة وايضا انتشار لكمية من الغيوم التي قد تعمل على هطول زخات من الانطار في بعض ايام تفاصيل اكثر استعرضوا في هذه النشرة التي سنبدأها بصور لقم الاصطناعية المنتقطة خلال ساعة الصواح اليوم حيث خلت عموم منطقة بلاد الشام والمملكة من الغيوم بستثنى بعض الغيوم المنخفضة التي انتشرت خلال ساعة الصباح الباكر فوق السواحل السورية وايضا السواحل اللبنانية والفلسطينية استعرض الان هذه الخريطة للتحدث اكثر حول المنخفض او امتداد المنخفض الجو المتوقع ان يبدأ تأثيراته خلال نهاية الاسبوع حيث يتحرك منخفض جو فوق الاراضي التركية مرفوق بكتلة هوائية درجات حرارة اقل من المعتاد تأثيراته على منطقة بلاد الشام ستكون على شكل انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من مساء يوم الاربعاء تزداد تأثيراته وهذا الانخفاض خلال يومي الخميس والجمعة حيث تصبح درجات الحرارة اقل من معدلتين مثل هذا الوقت من العام يصبح الطقس لطيف خلال ساعة النهار لكن بارد نسبيا خلال ساعة الليل مع انتشار لكمية من الغيوم التي قد تعمل على هطول زخات من أمطار خلال ساعة مساء وليل الخميس على الجمعة من يوم الجمعة في العديد من مناطق المملكة لكن تأثيراته الاقوى والاكثر ستكون على سوريا ولبنان حيث ستكون هناك الامطار لغزيرة وايضا انخفاض على درجات الحرارة سيكون محسوز في تلك المناطق تحدث اكثر حول درجات الحرارة المتوقعة خلال ايام القليلة القادمة واعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء يوم الثلاثاء تقال المملكة تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الحرارة نسبيا درجات الحرارة كما ذكرنا كانت اعلى من معدلتين مثل هذا الوقت من العام لكن اعتبارا من يوم الاربعاء تبدأ كتلة هوائية نوعا ما نستطيع أن نصف بأن أقدر درجات الحرارة أقل من المعتاد بالاقتراب من المملكة عبر شرق البحر بمتوسط تكتسب الخصائص الرطبة وتبدأ تأثيراته كما ذكرنا خلال مساء يوم الاربعاء وليلة الاربعاء على الخميس يوم الخميس بإذن الله تنخفض درجات الحرارة بالشكل إضافي في عموم مناطق المملكة تكون أقل من معدلتين مثل هذا الوقت من العام تقص معتدل في أغلب مناطق المملكة خلال ساعة النهار لكن بارد نسبيا خلال ساعات الليل يوم الجمعة بإذن الله يتوقع أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها لتكون الأجواء لطيفة خلال ساعة النهار في أغلب مناطق المملكة لكن باردة خلال ساعة الليل مع انتشار لكمية من الغيوم على ارتفاعات مختلفة التي ستعمل على حطول زخات من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة خلال ساعات ما قبل الظاهرة على أن تترجع فرصها خلال ساعات ما بعد الظاهرة من يوم الجمعة هذا بالآن العاصمة عمّان وتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود دجواء صافية مع 19 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 19 الرطوبة 80% والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نبقى في العاصمة عمّان وتوقعات الجوية الثلاثة يام القادمة يوم الأربعاء 28 درجة مئوية متوقعة الصغرى 29 يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة تسجيل 26 درجة مئوية مع نشاط واضح في سرعة الرياح الغربية مع دخول هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة تسجيل 17 درجة مئوية وتنتشر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة منها الغيوم المنخفضة التي ستعمل على هطول زخات محلية من الأمطار تبقى فرص الأمطار واردة خلال ساعات ما قبل ظهيرة يوم الجمعة مع انخفض واضح على درجات الحرارة 23 درجة مئوية كحرار العظمى الصغرى تنخفض وتسجيل 16 درجة مئوية نذهب الآن لإستعراض تفاصيل حالة الجوية المتوقعة في باقي المدن الأردنية ليوم الأربعة نبدأ من المنطقة الشمالية المفرق 31 إلى 17 مع أجواء صافية إربط 30 إلى 20 نفس الأجواء والحرارات في جرش أما عجلون 29 إلى 20 درجة مئوية المنطقة الوسطى ما بدأها من الزرقاء 31 درجة مئوية كحرار العظمى أما الصغرى 19 درجة مئوية البلقاء 29 إلى 21 عمان طق الصافي 28 إلى 19 مادمة 29 إلى 19 والبحر ميت 36 إلى 29 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 28 إلى 19 مع أجواء صافية الطفيلة 27 إلى 19 الشوبك 26 إلى 17 معان 32 إلى 19 والعقبة 37 إلى 25 درجة مئوية نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية نبدأ أهم من الأزرق أجواء صافية مع 34 إلى 18 الصفاوي 34 إلى 16 درجة مئوية أما رويشة 36 إلى 18 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة